وبلدية المحلة النهاردة فوس كبير جدا للنادي الاهلي فوركات واضحة خبرات امكانيات طريقة لعب شفتها زي كل حاجة يعني كل اللي انت قلته اكيد ان هو ما بين الاهلي وبلدية المحلة يعني اكيد الاهلي في حتة تانية وبلدية المحلة في حتة تانية امكانيات مختلفة بشكل كبير جدا جدا بس هو المتشي كان يجب ان بلده بلدية محلة يعني يهدي نفسه شوي بصراحة يعني ويعمل احتلامات كبيرة للنادي الاهلي اكتر من كده بكتير الاهل لكن ما ينفعش ان انا فتح الملعب يعني تشتك وتبقى عندي يعني هو رجع قال الكلام ده في الختام المباراة بس يعني خلاص انا ما سمعتوش للأسف لس انا بقول كده يعني بقول يعني وانا بتفرج حاسيز ان الامر يعني ايه انا يعني انا بلعب الاهل وبعدين طول ما انا يعني بلعب الاهل والاهل ما بيجيبش فيها جون طول ملعبتي بتعمل كده طول الماتش مجرد ان ييجي فيها جون اكيد ده بيقصد فيه تخيل بقى ان الجون ييجي في دقيقة الرابعة الرابعة في الاربعة او الخمسة الرابعة الرابعة فده امر طبعا كان يعني ايه فتح الملعب وده السقة جبيلة جدا النادي الاهل والنادي الاهلي حتى يمكن النادي الاهل النهار ده في تايم اولاني بالذات كان اداءه هايل جدا جدا في قلب وفي روح وفي تصميم على المكسب بشكل كبيل جدا وده اللي خلاه بلده يعني يعني حسسني بصراحة يعني ان الاهل يعني النهار ده جاي بحاجة تانية خارج يعني انا الماتشين الفاتو بتعني النادي الاهل في بطولة افريقيا النهار ده حسن بكتير حتى في الروح يعني حتى في الاداء لان الروح بتدي اداء اكيد ان الكلام ده كان بين النهار ده وعشان كده النادي الاهل كسب بس اللي هو الاصعب من كده انه ان بداية المحلة يبقى بالشكل المفتوح ده فده اكيد لازم ياخدوا خبرات من الماتشات دي ويتأقيدوا نفسهم شوية خصوة مع الفلاء الكبير تشكيل النهار ده الاهل اللي بدأ بيه النهار ده وراجل اهل برضو بعد المباراة ان انا عندي استيزة التدوير وعندي كم كبير جدا من لعبة جهزة شايف التشكيل ده ممكن ده اللي يبدأ بين مباراة ينجي افريكانز ولا شايف ممكن يحدث متغيرات يعني مثلا عمر كبال عبدالواحد راجل مش مقيد لانه لعب كونفدرالية مع فويتشر لا طبعا الكلام ده بيش هيحصل خالص في الماتش الجاي لا صعب لا الماتش الجاي طبعا الماتش اللي هو حسابات تانية خالص اكيد الماتش بتاقي انه هل ده انا برضو بفكر وشايف وعالف ان انا برضو بلعبة لديت المحلة اجيب مين ولاعب مين واقعد مين وده كلام مهم جدا بس حتى التدوير اللي هو بيقول عليها دي انا تمنى تتعامل بشكل كويس لان بمعنى كابتن بمعنى ان احنا فعلا يعني هو محتاج انه فعلا يعني يدور بشكل كويس قوي لان انا المفروض عندي مجموعة لعيبة كلهم تقريبا كويسين فما ينفعش ان انا يعني فيه الفتلات احنا مصممين على لعبة معينها وهم اللي لعبوا حتى وهم تعبنين وفي ماتشات كانت ممكن اسهل بكتير جد مثال مثلا شبيل بيلعب شبيل دلوقتي على طول السنة اللي فاتت في اوقات كثيرة جدا جاد فرص لشبيل لازم كان يلعب ودي كمان كانت تدي ثقة لشبيل وتدي ثقة للجمهور وتدي ثقة يعني للولد نفسه لان يعني انا لما كن انا بلعب وانا حاس ان المدارل اللي بعانه ثقة فيه اكيد ان ديت بتفلق كتير جدا جدا معي فانا تمنح تبدا دولي تبقى موجودة بالشكل اللي هو بكل فيه لكن الماتش الجاي ده لا ما ينفعش ما ينفعش ان انا يعني ما لعبش حسين الشحات ما ينفعش ان انا ما لعبش الولد افريقي برستاو برستاو لا مش هينفع لا في حاجات طيب في لعب من لعب مش هينفع ما لعبش ملاوان طيب في لعب من لعب بدء النهار اللي هو عمر كمال عبدالواحد معانا احصائيات عمر كمال عبدالواحد عدد دقائية ستة وتسعين التمرات آآ 68 التمرات صحة واحد وستين التمرات مفتحية اتنين صناعة فرص اتنين استرجاع الكرة اربعة رأي حضرتك طبعا آآ آآ عمر رعيب كويس رعيب كويس اوي وحتى الحتة اللي هو بيلعب فيها دي اقل اقل مكان هو يلعب فيه هو عنده اماكن احسن من كده بكتير جدا وحتى انا كنت في كنت وانا بفق يعني اما عملنا التغييل اللي هو بتاع اقرب آآ وكان حد تاني كنت بفقل اني لو في حد سلد باك قعب برا بس اتقل انه ما فيه سلد باكات اقول لعب عمر ها لعب عمر لعب عمر لا وانا هتطلع هاني انا لو انا نزلت حد ونزلت في حتة القلب ولو هتطلع عمر ناحت اليمين اكيد عمر ده كل ده كل ناس تخيلي ده وانا شخصيانا بتفرج قلت هيجيب هاني يمين ويرجع هيجيب هاني في النص ويود عمر يمين ولا 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 عبه بقى وديله الحتة بتاعته الحلوة اللي هو ممكن كمان هو ما كانش وحش بس هنا هيبدأ اكتر وده امر اكيد يعني ممكن يكون انا عشان انا بلده اعب برا وبفكر بشكل يعني مدح شوية لكن اكيد ان انا شايف ديت لو تعاملت هي يعني شغل المدرج يعني بس هو طبعا عايش وعارف ويعني يعني افضل مننا فين